من بعد الدراسة باسم صفحة جديدة الإخراج يلي كان محطة حلوة بحياتك أول تجربة إخراجية إلك كانت بالجامعة عام 1998 لما أخرجت فيلم سامحني حبيبي وقتها حاز هالفيلم على جائزة أفضل فيلم جامعي ومن بعدها أخرجت عدة أعمال ليه بعيدة عن الإخراج اليوم؟ أول شيء الفيلم سامحني حبيبي اللي أنا عملته حتى اسمه هو كليشي يعني هو الفيلم أنا عم بطبسخر على كيف نحن بنعمل أفلام لبنانية وشو بصير فيها أخطاء فحتى اسمه سامح سامحني حبيبي اللي اسمي كليشي أنا كنت قاصد إنه حطته فهيدة الفيلم أخد جائزة على صعيد لبنان كل جامعة كان فيها أول بيطلع وأنا كنت الأول على جامعتي بهيدة الفيلم واشترك مع أوائل جامعات كلها بلبنان وبهذه السنة حيز على جائزة أفضل فيلم طبعا أنا بعدين إذا بدك بلشت بالفيديو كليبات لأنه أنا كنت أعمل ستوري بوردس لأهم فنانين أخرجت كليب للفنان زياد برجي؟ كثير أخرجت أخرجت لكثير فنانين صح جائزة أخرجت كليبات وبعدين بطلين عندي شغل في أشتغل مع الفنانين لأنه مش دائما بركب راسك around فنان هيك immigration لزيز أنه تشتغل معه لأنه تشي الفناني بكون هما أنه عبيحكي بأغلب اللي أنا أشتغلت معه أنه كيف ديود يطلع شكله باسم المخرج الممثل والمغني أو المسرحي مين بتناقي؟ ممثل أكيد ممثل ايه مسرحي والتليفزيوني اليوم إذا بدك تعود للإخراج ككلبات عم نحكي مين الفناني أو الفناني اللي بتحب تفتتح معاهم هالمرحلة أو الصفحة الجديدة بحياتك بحب نانسي كتير لأنه أنا بعتبر نانسي بتحب كتير تطور بحالها وكتير بتعمل قصص جديدة وكتير جريئة يعني نانسي أنا وبحس أنا ممثلة تقدر تعمل نقلي بيننا عم تعمل يعني أعلق مع سميل سرياني عم تعمل نقلات فضيعة يعني أنا كتير سعيد نانسي على خطة العالمية أصلا أعلق طبعا في كتير يعني فنانين يعني راغب صديقي من الناس اللي بحب أنا تكون كان أول المشجعين إليك لا تفوت عالم الغنى كمان أبدا كان ضد هو ضد؟ ايه كان ضد كيف أنا عرفت العكس؟ لكن هو ضد كان ضد وإذا بدك نعمل ضدحك لما كنت أعمل أغاني بس أنا كتعمل من الأغاني مش لكون فنان على الساحة أو غنى بس كنت أحب أعمل تجربة بس أنا عرفت أنه أنت وصغير كنت تقعد قدام التيفي وتقول يا الله شو حلمي شوفوا لراغب لايف أو قابله صحيح؟ ايه أنا كنت كتير حبوا لراغب حتى مرة شفتوا أنا كنت بمستشفى الجامعة الأمريكية وكنت بي كانوا أهلي عم بيزوروا حدا وكنت أنا صغير فممنوع نطلع نحنا على كنت ناطر تحت بالريسابشن فكان هو جاي الله يرحم أستسي مو أصمر كان عنده عملية قلب وكان بداياته راغب كان جايي ينزوره فأنا لما شفته ما صدقت متل لما شفت أحمد الزين أستاذ أحمد الزين عاد أربعة أيام أحلم فيه أستاذ أحمد الزين شفته بفيلم اسمه الانفجار فبتذكر أنا بفيلم الانفجار بالصطفة عم بطلع ببداية الفيلم بلقي أستاذ أحمد الزين واقف فورا كان عم بيشوف جو الفيلم الناس اللي عم تيجي عم بيرقب فيلمه يعني عم بيطابعه فكان واقف ما كان قاعد بتذكر كل الوقت ما حضرت الفيلم حضرت أستاذ أحمد زين عامل هيك كل الوقت منوجه له التحية فأنا بمنسى هيدا ويباي كل شوي قل لي خلص حبيبي برومت حضار الفيلم قل له ما بدي وعم بتطلع فيه ما مصدق من بعد الإخراج صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك 1995 مسلسل العاصفة تهب مرتين العمل يلي لليوم بس نقول باسم أغنية يعني منقول مسلسل العاصفة تهب مرتين قدي حاز على نسبة مشاهدة عالية بتاريخ الدراما بوقتها كان بعده مثل ما بيقولوا عضبك طري باسم كنت بعدك طالب بالجامعة كم كفة لقيت وقتها؟ كان بداية حلوة جيت على التلفزيون عملت كاسنج الله يطول بعمره أستاذ ميلاد لهشم قبل ما يروح الغداء كانوا عم بيعملوا بريك وأنا كنت ناطر فقال لي يلا حبيبي وقاف على الكاميرا قل شي جملي عمل كذا كذا قال لي يلا حبيبي نحكيك بعدين ورحت وتاني يوم حكيوني وبعت وراي على دور كان أول مشهد بصوره بحياتي مع نجمة رول أحميدي إذا بحال صار جزئتين من مسلسل العاصفة تهب مرتين معقولي نشوفك فيه؟ العاصفة تهب مرتين هو مجموعة ممثلين كتير حبانيهم وعلى رأسهم رول أحميدي وفادي إبراهيم ما بقدر شوف عاصفته بمرتين غير رول أحميدي وفادي إبراهيم وإذا هني بيكونوا موجودين فيه أكيد بيكون أنا اللي الشرف اللي نكون معهم برأيك من أبطال هالعمل مين بتقول ان ظلمت نجوميته اليوم بهالعاصر كان بيستحق يكون نجم أكتر وان ظلم في نيس ظلمت حالة مثل؟ بحس فادي إبراهيم ظلم حاله ليه؟ لأنه أنا فادي إبراهيم بشوفه نجم عالمي مش بس نجم لبناني عالمي انتبه ظلم حاله حياته الشخصية أنا ما بعرفها بس بحسه ما كان مرتاح بقصة الصرد بحياته خلته يروحها محل لأنه فادي إبراهيم ظاهرة بعتقد بالنجومية من وجدت مثلها في سعيد لبنان يعني قد ما إحنا وصلنا لعربياً وإذا بدك وعمنا عمل بحس فادي إبراهيم كانت نجوميته عظيمة بوقتها اشتركوا في القناة